شكوك واتهامات واعتراضات ودعوات لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فيما الأنظار تتجه صوب القضاء العراقي لكشف الحقائق المتعلقة بالنتائج وفق الدستور والقوانين مجلس المفوضين خرج عن صمته عبر بيان أصدره رد فيه على مجمل الاعتراضات والاتهامات حول العملية الانتخابية ونتائجها مغربا عن استعداده لاستقبال أي جهة حكومية أو قضائية أو تشريعية يتم تكليفها بشكل قانوني ودستوري لتزويدها بالبيانات والمعلومات وأنفى المجلس ما أثير حول حدوث عمليات اختراق رفقت نقل البيانات بمساعدة قراصنة من بلاروسيا ولبنان مشيرا إلى أن الوسط الناقل والسيرفرات مؤمنة ومن غير الممكن اختراقها المفوضية تقول إنها تحتفظ بحق القانوني بمقاضات أي جهة أو أشخاص يتهمونها بعدم الاستقلالية ويعرضون حياديتها ومهنيتها للشكوك ذا ووجهت هيئة نزاهة استدعاء لعدد من المسؤولين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض التحقيق بالخروق الانتخابية فيما أعلن مجلس القضاء قبول الشكاوى المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات ويرى مراقبون أن شبهات التزوير التي رافقت العملية الانتخابية لها تأثير كبير على علاقة القوى السياسية ببعضها إضافة إلى أن الطعون في نتائج الانتخابات العراقية والتكهنات والسجالات حول نزاهتها تعرقل الحوارات النيائية لتشكيل الكتلة الأكبر والتي سيكون لها حق ترشيح رئيس الوزراء المقبل ترجمة نانسي قنقر